موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يجري تمرين عسكري جوي بري مغربي فرنسي يحمل اسم شرقي 2022 بمنطقة راشدية من فاتح إلى الخامس والعشرين مارس الجاري بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه تم تنفيذ أعمال التخطيط لهذا التدريب بشكل مشترك بين المسؤولين العسكريين في البلدين منذ شتنبر الماضي في فرنسا والمغرب والشرقي 2022 هو تمرين عسكري مشترك يتم تنفيذه في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية ويهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط وتطوير تشغيل البينية التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية والجيش الفرنسي في موضوع آخر أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي السيد لحسن حداد اللقاء مكن من تدارس وتنصيق العمل على مستوى البرلمان الأوروبي من أجل تعزيز الشراكة والدفاع عن مصالح المغرب بهذه الهيئة التشريعية التي تعد مؤسسة مفتوحة تضم طيارات سياسية وإديولوجية مختلفة صفية عثمان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي السيد لحسن حداد وحسب هذا الأخير فإن الاجتماع شكل فرصة للتنسيق وتبادل وجهات النظر والاتفاق على إجراءات مشتركة بين الديبلوماسية الرسمية والموازية كانت فرصة لقاء مسيد وزير الخارجية لتدارس وتنسيق حول كيفية العمل على مستوى البرلمان الأوروبي من أجل دعم الشاركة من أجل كذلك دعم مصالح المغرب على مستوى البرلمان الأوروبي كنا نعرف بأن البرلمان الأوروبي هي مؤسسة مفتوحة مؤسسة فيها كذلك تيارة سياسية وإديولوجية مختلفة هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لدراسة مختلف جوانب الشراكة حول القضايا الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للمملكة والاتحاد الأوروبي كما تتيح لجنة المشتركة الفرصة للتفاعل مع فرق البرلمان الأوروبي من أجل عرض وجهة نظر المملكة في عدد من القضايا بالرباط أيضا أكدت المديرة التنفيذية لمجلس الشركات الأمريكية المعني بإفريقيا السيدة فلوريزيل ليسر أن المجلس سيعمل جنبا إلى جنب مع المغرب لضمان نجاح النسخة المقبلة من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية المقرر عقدها في يوليوز المقبل بمراكش التأكيد جاء عقب مباحثات أجرتها السيدة ليسر مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا لنتابع ورقة أناس بوستا جنبا إلى جنب مع المغرب سيعمل مجلس الشركات الأمريكية المعني بإفريقيا لضمان نجاح النسخة المقبلة من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية المقرر تنظيمها في يوليوز المقبل بمراكش التأكيد هنا للمديرة التنفيذية للمجلس عقب محادثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا سنعمل مع الحكومة المغربية والقطاع الخاص في المملكة على ضمان نجاح قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي ستعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 يوليوز وسيتم بهذه المناسبة تنظيم العديد من اللقاءات مع الحكومة والقطاع الخاص في المغرب لضمان تحقيق هذه التظاهرة للأهداف المرجوة منها وترم هذه القمة التي ستجمع أكثر من ألف مشارك بمن في ذلك رواد الأعمال ورؤساء الحكومات ترم خلق شراكات وفرس دائمة بين صناع القرار الرئيسيين في القطاع العام والخاص بأمريكا والقارة الإفريقية تباحت المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشمي الإدريسي بمقر الوكالة بالرباط مع سفير السلطنة عمان بالمغرب السيد سعيد بن محمد البرعمي اللقاء شكل فرصة للجانبين لتباحث بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الوطني والدولي والثنائي وقد السبر الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين في شتى المجالات لا سيما مجال الإعلام وذلك بغية تعزيز أواصل التعارف والتفاهم بين الشعبين عودة مع أناس بوستا مباحثات بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء يجريها المدير العام للوكالة السيد خليل الهاشمي الإدريسي مع سفير سلطنة عمان بالمغرب السيد سعيد بن محمد البرعمي فرصة للتباحث بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الوطني والدولي والثنائي والسعراض التاريخ المشترك ومسارة العلاقات الوطيدة والعريقة بين المغرب والسلطنة عمان الحديث تم عن تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية المختلفة للتعريف بالبلدين الشقيقين في المملكة المغربية وفي سلطنة عمان طبعا تعلمون أن العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة المغربية هي علاقات ممتازة علاقات أخوية علاقات حسنة ومتطورة هي مناسبة اغتنمها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتوجيه دعوة رسمية لسفر سلطنة عمان بالرباط وذلك من أجل تنشيط المنتدى الدبلوماسي للوكالة المزمع تنظيمه خلال الأشهر المقبلة تم بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا لتعزيز التعاون وتذباد للتجارب والخبرات في المجال القضائي مذكرة التفاهم هذه تعد أول اتفاقية تعاون تبرمها المحكمة العليا بالنمسا مع بلد عربي وإفريقي تفاصيل أكثر مع كوتر التجاري جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القضائي فضلا عن تبادل الوفود والزيارات وتنظيم أنشطة مشتركة في كل ما يهم شأن القضاء والحقوق في البلدين وقعنا اتفاقي التعاون ستمكننا من صبر مزيد من آفاق التعاون القضائي بين البلدين والتعرف على التجارب المختلفة تعلم هنا أن القضاء ولسيما في مادة تجارية ينهج الآن نحو العلماء ونحو تخطي الحدود الدول فيما يتعلق بعلاقات الاستثمار والتجارة والتنمية وتعتبر مذكرة تفاهم هاته التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسا أول اتفاقية تعاون توقعها المحكمة العليا بالنمسا مع بلد عربي وإفريقي أنا فخورة بتوقيع مذكرة تفاهم هاته لتبادل الخبرات والرؤى بشأن العديد من النقاط كما أتمنى أن يكون هناك تعاون جيد وتم خلال هذا اللقاء إجراء مباحثة بين الجانبين همت على الخصوص بحث آليات التعاون والشراكة وتعزيز العلاقات مع المحكمة العليا بجمهورية النمسا كما شكل اللقاء مناسبة لعرض التجربتين المغربية والنمساوية على مستوى مميزات النظامين القضائيين واستقلال السلطة القضائية أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقط التلوج وهبات رياح محليا قوية ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية بعد غد الخميس المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي بأن تساقطات تلجية من 15 إلى 50 سنتيمترا ستهم تازا وإفران وصفر وبولمان وبنيملال وعظلال وخنيفرة والحوز وميدلت وقرسيف وأشارت المديرية إلى أن هبات رياح محليا قوية من 70 إلى 85 كم في الساعة ستهم أقاليم في جيغ وجرادة ووجد أنجاد والراشدية وبولمان وميدلت بعد أشهر عديدة من أشغال الترميم والتهيئة فتح المتحف الوطني للموسيقى دار الجامعي بمكناس يوم أمس أبوابه أمام الظوار المتحف والمكون من طبقين يحتوي على رصيد غني من آلات موسيقية متنوعة تم جمعها من مختلف المؤسسات المتحفية بالمغرب نتابع ورقة أناس بوستا بعد أشهر عديدة من أشغال الترميم والتهيئة ها هو المتحف الوطني للموسيقى دار الجامعي بمكناس يفتح أبوابه أمام الزوار المتحف يحتوي على رصيد غني من آلات موسيقية متنوعة تم جمعها من مختلف المؤسسات المتحفيات بالمغرب هادي المتحف كيوري الزين تعالى المغربين تعانى ماشي الزين اللي غادي نشوفوه مالزين اللي غادي نشمعوه الزين اللي كيعطي للناس الدو والنور هو هادي المتحف ديال المكناس هو متحف وطني للموسيقى اللي كيعتني بجميع موسيقى المغربية تداء من الموسيقى الصوفية كإسواق نواح مدشا وكذلك الموسيقى الآلة وهي الموسيقى الأندلوسية الملحون أو الغرناطي ويتم خلال افتتاح المتحف توقيع اتفاقيات إطار لشراكة تهم تمكين تلميذات والتلاميذ والأسرة التعليمية من مجانيات الولوج إلى المتاحف الوطنية هذه الاتفاقية تدفتح المجال باش يكون تنظيم عداد ديال الزيارات لهذا المتحف والمتاحف عبر المغرب باش يكونوا زيارات ديال التلاميذ المتاحف واللي يمكن أيضا تجعلهم يتعرفوا على هات التورات اللي هي موجودة هذا المتحف يتيح للزائر القيام برحلة ساحرة في تاريخ الموسيقى المغربية خصوصا وأنه أقيم في مبنى تاريخي هو دار الجامعي التي شهيدت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر في عهد السلطان المولى الحسن الأول بمراكش تم تخصيص تكريم متميز لمجموعة من أفراد الجالية المغربية الذين برزوا في ميادين مختلفة وذلك خلال أمسية احتفالية نظمت في إطار الدورة الرابعة لجوائز مغاربة العالم المزيد من التفاصيل في تقرير التالي هؤلاء هم مجموعة من أفراد الجالية المغربية ممن برزوا في ميادين مختلفة يخصص لهم تكريم متميز في إطار الدورة الرابعة لجوائز مغاربة العالم أقوى لحظات هذه الدورة تكريم متميز للباحث الكبير منصف السلاوي نظير مساهمته في اكتشاف اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسجد فكرة جوائز مغاربة العالم رائعة جدا ومن شأن التظاهر أن تجمع وتسهل التقاء مغاربة العالم فيما بينهم التنوع هو محرك التقدم والتطور وأعتقد أن مكافأة الأشخاص والاعتراف باختلافهم مع تمكينهم من البقاء على صلة بجدورهم هو أمر جد رائع ثمانية عشر مرشحا في ست فئات مختلفة هي السياسة وعالم المقاولة والمجتمع والرياضة والفن والثقافة والبحث العلمي الهدف يتمثل في تكريم مغاربة العالم من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا الأمر يتعلق بتشرفهم هنا في المغرب بلدهم الأصلي قصد تسليط الضوء على بروفايلات غير معروفة وكذل لإنشاء شبكة للمغاربة المقيمة بالخارج وختم الصهرة كان مسكا مع مجموعة من الأغاني أدتها نيتا الخيام التي مثلت في هذا الحفل الإرثة الموسيقية اليهودي المغربي في شأن الدولي وفي جديد الأزمة الروسية الأوكرانية شدد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي على الحاجة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأي صيغة كانت من أجل وقف الحرب في أوكرانيا زيلنسكي أعرب في مقابلة صحفية عن اعتقاده أنه بدون هذا اللقاء من المستحيل فهم ما هم مستعدون لفعله من أجل وقف الحرب وكان زيلنسكي أعلن في وقت سابق أنه بدون مفاوضات لا يمكن إنهاء الحرب داعيا إلى عقل قمة مع بوتين لكن تصريحاته الأخيرة حملت طابع الإلحاح الشديد وجرى عقد العديد من جلسات المفاوضات الأوكرانية الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير المنصر وارتباطاً بدات الموضوع قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك عقوبات على قطاعي الطاقة والنفط بوريل قال للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسيل رداً على سؤال عما إذا كان سيتم الحديث عن فرض عقوبات على الصادرات النفط الروسية قال إن الوزراء سيناقشون ذلك تقرير حفصة أشباكو الاتحاد الأوروبي قرر تشديد عقوباته المفروضة على روسيا في سياق النزاع القائم بينها وبين أوكرانيا حيث قرر فرض حظر كامل على جميع المعاملات مع بعض الشركات الحكومية الروسية في مختلف القطاعات كما أصدر قراراً يقضي بحظر استراد منتجات الصلب الخادعة حالياً لتدابير الحماية في الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى نحو ثلاثة ملايير يورو فاصل ثلاثة من خسائر عائدات الصادرات بالنسبة لروسيا وقررت بروكسيل فرض حظر شامل على الاستثمارات الجديدة في قطاع طاقة الروسي مع استثناءات محدودة للطاقة النووية المدنية ونقل بعض منتجات الطاقة نحو الاتحاد الأوروبي ومن جهتها حذرت الرئاسة الروسية من أن عواقب فرض حظر أوروبي على صادرات النفط الروسي ستؤثر سلباً على أسواق الطاقة العالمية المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إنه في حال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات النفط الروسية فإن ذلك سيؤثر سلباً على الأسواق العالمية وسيلحق الضرر بالجميع وفي موضوع آخر حذر الأمير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم يتجه مغمض العينين نحو كارتة مناخية جاء ذلك في مؤتمر التنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله في لندن بمبادرة بمجلة إيكونوميست البريطانية أنا سبستاو والتفاصيل العالم يتجه مغمض العينين نحو كارثة مناخية تحذير أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر التنمية المستدامة الذي انطلقت أشغاله في لندن الأمين العام وفي كلمة عبر تقنية الفيديو تطرق إلى تسبب الكوارث المناخية عام 2020 في نزوح 30 مليون شخص من منازلهم أي ثلاثة مرات ضعف عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاعات جوتيريش أضاف أنه في العام الماضي وحده زادت انبعاثات تاني أكسيد الكربون بنسبة 6% لتصل إلى أعلى مستوى لها في التاريخ جوتيريش اعتبر أن اعتماد بعض اقتصادات دول العالم على الوقود الأحفوري بأنه جنون محذراً من تداعيات الأزمات التي تتعرض لها البلدان النامية وعلى رأسها معدلة التدخم وارتفاع أسعار الفائدة وأعباء الديون التي تلح في الأفق فضلاً عن تهديدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على تقلب أسواق الغذاء والطاقة العالمية نهاية نشرتنا تفاصيل أوفى عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني انفنتكا تيفي بوايما